السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي ومحبي عالم الأبراج والفلك والأرقام تحية طيبة مني لحضراتكم والفيديو النهاردة فلوس كثير وحب وسعادة 3 أبراج أكثر حظا في بداية نوفمبر زي ما قالت العبقرية نيفين أبو شالا تشهد مواليد بعض الأبراج الفلكية بشارات وسعادة المتوقعة في بداية نوفمبر فهنشوف الثلاث أبراج المحزوزين في بداية نوفمبر برج الجوزاء يحصل مواليد برج الجوزاء على أموال كتيرة ولكن يجب الحظر والاهتمام بالجانب الصحي البرج الثاني معنا برج العزراء يشهد مواليده بشارات كثيرة على الصعيد المهني وحب جديد خلال شهر نوفمبر كمان برج القوس يتمتع أصحاب برج القوس بأيام جيدة خلال شهر نوفمبر وخصوصا على الصعيد العاطفي ودلوقتي حبيبي المتابعين هقول لكم ليه الناس بتلجأ لتوقعات الأبراج أول حاجة الرغبة في معرفة المستقبل اللي فيه كتير من الناس عندهم فضول بشأن المستقبل بيبحثوا عن أي وسيلة للحصول على نظرة إليه تاني حاجة الشعور بالراحة فيه البعض بيعنده راحة نفسية دي لما يعتقد بأن فيه قوة خارجية بتؤثر على حياتهم ثلاثة حاجة التسلية البعض بيعتبر أن توقعات الأبراج دي مجرد شكل من أشكال الترفيه والتسلية طب هل يجب أن توقعات الأبراج تصدقها؟ مفيش دليل علمي يدعم فكرة أن الأبراج يمكن أن تؤثر على شخصيتنا أو مستقبلنا لذلك يجب علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر وعدم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الهامة في حياتنا فيه نصائح مهمة علماء الفلك يعني لازم يقولوها لكل محب الفلك وعلم الأبراج أول حاجة التركيز على الواقع بدل من التركيز على توقعات الغمضة لازم نركز على الواقع والعمل على تحسين حياتنا ثاني حاجة التفكير النقدي يجب تتعلم التفكير النقدي وتقيم المعلومات قبل ما تصدقها يعني لازم توزن الأمور قبل ما تصدقها ثالث حاجة الاستعانة بالخبراء إذا كنت تواجه أي مشكلة فاستشيل الخبراء المناسبين زي الأطباء أو المستشارين النفسيين في النهاية توقعات الأبراج ممكن تكون مسلية وممتعة ولكن لا يجب أن تؤثر على قراراتنا الحياتية يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا وجهدنا لتحقيق أهدفنا وكمان عشان تكون ناجح وعايز تدود مواردك في نصائح بيقدمه لنا الخبراء اللي هم فاهمين مش شرط خبراء الأبراج في خبراء في مجال كتير نجحين في مجالات كتيرة إذا بيقولوا إذا رأت تحقيق أحلامك فلازم تكون منضبط ومصابر وشجاع وصاحب رؤية قوية وتلتزم بالعمل الجاد لسنوات ولجانب هذه العوامل لازم تبقى متحمس للغاية فبدون الشعور بالحماس هتعاني من الممطلة والإرهاق وتفقد الاهتمام بهذا الحلم اللي أقسمت على تحويله لواقع كلنا منحتاج الحافز القوي اللي بيستمر في دفعنا للأمام حتى عندما نشعر بالرغبة في الاستسلام هتساعدك نصائح التحفيز من الخبراء عشر نصائح تحفيزية هتساعدك فعلا على النجاح وتحقق كل اللي بتتمنيه أول حاجة احلم أحلام كبيرة إذا كانت أحلامك لا تخيفك فمش هي مش كبيرة للغاية أول نصائحة تحفيزية أن تسعى وراء أحلامك كبيرة عشان تفضل متحمس جدا لازم ترفع مستوى تطلعاتك لأن أنجح الناس اللي نجحوا في العالم واعتمدوا على أشياء كانوا بيعتقدوا الناس أنها مستحيلة لكن هم قدروا بقوتهم وفضل الله طبعا هم يحققوها أيضا الحلم هيمنحك أحلام وأهداف أخرى صغيرة تقدر تقوم بيها لأحلام وأهداف عظيمة كبيرة تاني الحاجة كن فدولي انظر للنجوم وليس الأسفل قدمك حاول تفهم مطارات وتسأل عما يجعل الكون موجود لازم تبقى فدولي أيضا ده طبعا الخبراء كتير جدا في علم الفيزياء وفي المهارات التحفيزية قالوا لازم إنسان يبقى فدولي يبقى عنده تنطلعات يعرف ويفهم كتير من النظريات وفهمه يتسع للمكان والزمان والكون كمان لازم تبقى فدولي وتسع لتحقيق أهدافك ابحث واهتم بتطبيقات والتقنيات الجديدة تجعل مهمتك أسهل كن فدولي بشأن كمان أفكارك ومعتقداتك وافتراضاتك واسأل دايما عن صحة طريقة قيامك بالأمور هل دي طريقة أفضل اللي انت بتعمله ولا لأ ولا في طريقة أفضل من كده وهل انت ماشي عن مصاري الصحيح ولا لأ ثلاث حاجة حاول نفسك بأشخاص رائعين يازم تبقى حواليك ناس رائعين لأن طبعا إيه الصاحب ساحب زي ما بيقولوا وأيضا رابع حاجة استغل الإخفاق لتحفيزك للنجاح لازم تستغل اللي انت فشلت فيه إن هو يقضي إلى نجاحك فيما بعد بعد كده هوت لأن الإخفاق وخطوة أخرى إلى العظمة دي أوبرا وينفري هي لقالة الكلام ده كمان كل مختلف فيه طريقين يتشبعوا من الغابة إذا سلكت الطريق اللي ما سلكهوش أحد هو مشكل الفارق ده روبرت فروست هو اللي قالي الكلام ده كمان اقرأ عن الأشخاص النجاحين لازم تقرأ عن الأشخاص اللي نجحوا ونعرف يطردوا لنجحوا إزاي وإيه الخطوات اللي قاموا بيها في حياتهم عشان لازم إنسان يقلد الناس النجحة كمان لازم ناخد خطوة الآن لازم الحاجة اللي انت مأجلها وعايز تعملها ومكسل تعملها لازم تقوم وتبعد تكسل عنك وتخطوها الآن كمان لازم يعني تحمل المسئولية الشخصية صحيح أنت بدلاش تغير الظروف أو الفصول أو الرياح ولكن اللي ممكن تغير نفسك فأنت مسئول عن ذلك ده جيم رون اللي قالي الكلام ده كمان ساعد للأخرين لأن النجاح مش بتعلق بكمل الفلوص اللي انت بتلمها لكن كمان بالفارق اللي بتحدثه في حياة الآخرين كمان افعل ما تحب عملك هيمتلق جزء كبير من حياتك والسبيل الوحيد للشعور بالرضا لانت تفعل كل عمل انت بتحبه ترجمة نانسي قنقر